اهلا بيكم في فيديو جديد النهاردة هنعمل القلوب دي شايفين القلوب دي مقساتها مختلفة بس الفكرة واحدة والاركم واحدة البطرون سابتة طبعا مش هتتغير الفكرة بس ان الخيط كان مرة تخين والابرة تخينة فعشان كده عملنا قلب كبير انما الخيط لما يكون رفايع والابرة رفايع فبيعمل لنا قلب اصغر شوية كلما هنصغر في الخيط والابرة كلما هيصغر الحجم القلب بتاعي اول حاجة هنجيب الخيط انا استخدمت خيط صوف وابرة كان مقسها اربعة طبعا تقدروا تستخدموا اي نوع خيط واي ابرة طبعا تحبوها هنعمل اول حاجة دايرة سحرية او ماجيك رينج وهنعمل فيها ستة غرس حشو انا دايما بحب استخدم تكنيك يارن اندر مش بحب استخدم يارن اوفر بالزاد في الامجرومي والعرايس والحاجات اللي صغنون اللي زي دي زي ما انتو شايفين كده انا عملت واحد اتنين تلاتة هنعمل تلاتة اربعة خمسة ستة بعد اما خلصنا الماجيك رينج هنقفلها هنسحب الخيط الصغير دا نسحبه جيمت ويبما احنا كده قفلناها هنبدأ اول صف معي ان انا هعمل غرزتين في نفس المكان اللي هو تزايد تمام كام مرة ست مرات يعني هيبقى عندي في التوتل اتناشر غرزة خلي بالكم انا حطيت ماركر لازم نشتغل بالماركر عشان نبقى شايفين احنا بنعمل ايه هو بس اللون كان غامق فمش بين بس انتو تقدروا تحطوا اي لون طبعا ان كده كده بيتشين دي اول غرزة عندي انا هعمل فيها تزايد يعني غرزتين حشو في نفس الغرزة تمام لما خلص الصف دا يكون عندنا اتناشر اتناشر غرزة ارجوكوا عده كويس علشان احنا الاركوم لو في اي خلل ولو في غرزة واحدة البطرم بتطلع بيزة خالص تمام انا كده عملت اربع خمسة ستة وبعدين سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر هنعمل اللي جاية اتناشر كده انا بقى عندي في التوتل اتناشر غرزة هنكمل كمان صفين بتوتل عدد اتناشر يعني هنكمل اتناشر غرزة كمان لحد الاخر وبعدين نعيد اتناشر غرزة كمان لحد الاخر لما تخلصوا وتوصلوا لحد الصفين اللي احنا المفروض نعملهم هنقص الخيط بس نسيبهم مسافة شوية ما تقصوش الخيط قصير سبوا حتى منه طويلة وبعدين هنعمل واحدة كمان زيها بالزبط بنفس الارقام اللي هي كانت هنعمل دايرة سحرية وبعدين هنعمل فيها 6 غرز حشو وبعدين الصف التاني كل غرزة هنعمل فيها غرزتين حشو اللي هي التزايد يعني الستة هيبقوا اتناشر وبعدين هنعمل صفين في كل غرزة حشو وغرزة حشو واحدة بس يعني هيبقوا اتناشر برضو في التوتل بس هيبقى عندي كم صف هيبقى عندي اربعة أهم حاجة نعدي يا جماعة طول ما انتو شغالين عودوا نفسكن انتو بتعدوا بنعدي يعني مثلا أنا بشتغل بقول واحد اتنين تلاتة وهكذا علشان لو في حاجة غلط ألحق نفسي بسرعة قبل ما عملها وأفتكر في الآخر هيبقى شكل الباترون وحشة جدا يعني لما تخلص طيب دلوقتي أنا خلصت والمفروض إن أنا كنت عاملة واحدة تانية اللي كنت أقيل للكو عليها خلصتها برضو بس خلي بالكون التانية أنا مش بقفل الإبرة يعني مش بقفل الشغل علي أنا بسحب الإبرة وبقص الخيط وبسيبه طالع كإني هشتغلوا كده بالضبط تمام ده عشان التقفيل ما يدينيش فراغ في الشكل خلي بالكو بقى أنا عملت إيه أنا دخلت الدايرة الأولى مع التانية تمام وهنشتغلهم الاتنين كأنهم غرزة واحدة أنا هدخل الإبرة بتاعتي في الغرزة اللي عليها الدور تمام وهشتغل عايزة جدا كده معي تلاتة على الإبرة وبعدين هسحابهم كلهم ساوا بس أنا كده قفلتها وما فيهاش أي مشكلة خالص تمام وبعدين هنكمل أنا كده اشتغلت واحدة المفروض إن احنا هنلف 12 يعني أنا اشتغلت واحدة هنلف 11 حوالين أول جزء وبعدين 12 حوالين الجزء التاني يبقى أنا في التوتل عندي كم؟ عندي 24 تعالوا نعد سواه أنا عملت واحد اتنين دي كده تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة 10 11 12 كده ده آخر واحدة حوالين الأولى تمام بصوا بقى أنا هعمل إيه؟ هتلاقوا فيه غرزة في النص كده وفيه غرزة قبليها أنا مش هعمل أي حيج أنا بس هدخل الإبرة بتاعتي في الخيط وبعدين الإبرة تاني مش هشتغلها خالص بس عشان ألم الفراغ هدخل في أول غرزة في الجزء التاني تمام؟ وهشتغلهم كلهم شايفين؟ كأن أنا عملت غرزة حشو عادية جدا واضحة كده هادهلكوا تاني مرة تانية عشان ناخد بالنا يبقى أنا بعمل كده لي بس عشان أجمع الفراغ وميبقاش فيه فراغ خالص في الشغل التاعي الغرزة اللي هي آخر واحدة وبعدين هي غرزة كمان في النص دول ما يتحسبوش طبعا غرزة معينا في الـ 24 وطبعا مش يعني إحنا لما نخلصها مش هتبقى معينا أصلا تمام؟ وبعدين هناخد أول غرزة في الجزء التاني ونشتغلهم كلهم سوا أنا أخلي بالكم لأنا عملته ده برضو هو جمع وما اشتغلتهم شو خلص أيوا كده وبعدين بس كده تتحسب غرزة اللي فات ده كله ما كانش تتحسب غرزة كل ده ليه؟ علشان أقفل وميبقاش فيه فراغ أنا كده معي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حدوشر اتنوشر كده أنا خلاص خلصت الصف بتاعي كده أنا قفلت الدنيا وكده تمام اربعة وعشرين في التوتل الجزء الاول حوالي اتناشر وجزء التاني حوالي اتناشر قصيت بس الخيط اللي كانت نولي عشان كان مدايقني وبعدين خلاص هنكمل هنعمل صفي كمان من ال اتناشر من سوري هنعمل صفي كمان من ال اربعة وعشرين تمام؟ ونقف عند الماركر اللي احنا كنا حطينه نخلي بالنا ونعد كويس لان هنا ممكن ما ناخدش بالنا من غرزة او ممكن غرزة تبقى مش باينة فناخد بالنا ونعد كويس قوي قوي لازم نوصل عند الماركر اللي احنا حطينه نكون معينا اربعة وعشرين غرزة هشوفكم ان شاء الله لما نخلص الصف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هنقسم الاربعة وعشرين تلات مجموعات كل مجموعة تتكون من ستة غرز حشو وغرزة واحدة بس تناقص التناقص ده ان انا اعمل غرزتين مع بعض بدل ما اشتغل ديل وحدها وديل وحدها باشتغلهم سوا واقفلهم بغرزة واحدة بس يبقى انا هعمل ايه تلات مجموعات كل مجموعة ستة ستة غرز حشو وغرزة واحدة تناقص هعمل التناقص هنا زي ان انا هياخد وش الغرزة من الوش المقابل اللي ايه انا والوش التاني المقابل اللي ايه برضو بتاعتها وبدخل الابرة وبسحوم الاتنين كأنها غرزة حشو واحدة بس تعالوا نشوف تاني هنشتغل ستة كده اتنين تلاتة اربعة تمام خمسة ستة هنقفل ازاي هناخد الجزء المقابل ليا من غرزة والجزء المقابل التاني ودخل الابرة فيهم وهسحب الخيط كإني بعمل غرزة حشو عادية جدا جدا وهنكمل الصف اللي بعد كده هيبقى خمسة غرز حشو وغرزة واحدة تناقص تلات مرات صف اللي بعديه اربع غرز حشو وبعدين غرزة واحدة تناقص تلات مرات صف اللي بعديه كده تلاتة غرزة حشو وبعدين غرزة واحدة بس تناقص برضو تلات مرات لما نوصل عند التلاتة هنعمل ايه هنحط الفايبر بتاعنا هندخل الفايبر هنحشي علشان يبقى قل بشكله حلو ومتمسك طبعا لازم نحط فيه فايبر تمام كده وبعدين هنبدأ نقفل هشوفكم ان شاء الله بعد ما حطت الفايبر لما نكون وصلنا عند 3 غرزة حشو وبعدين غرزة واحدة بس تنقص اشتركوا في القناة انا كده وصلت عنده الصف اللي كنت بقولكه عليه دلوقتي هنحط الفايبر خلي بالنا العدد بتاع القلب ده المفروض يكون وصل هنا عند 3 و1 بس تنقص يكون وصل 12 فلو هو مش 12 يبقى احنا عندنا حيجة غلط ولازم نرجع نتأكد تاني من الاركام تمام طيب هنحشي الفايبر بس خلي بالكم متحطوش كتير قوي بحس انه بيظهر فراغات كده في الشغل يعني بيكون اسمه overstuffed فاحنا مش هنخليه كده مش هنخليه محشيه جدا جدا لا هنخليه يعني خفيف شوية فيه مساحة فيه تمام حطوا بقى الفايبر اللي يعجبكو المركة اللي تعجبكو انا مش بستخدم مركة معينة نجيبها من اي مكان تمام ولما نخلص هنبدأ نقفل بقى الجزء والشغل النهائي خالص في القلب طيب انا كده خلصت هنعمل ايه هسا هعمل اتنين غرزة حش وغرزة واحدة تناقص ثلاث مرات انا كده عملت مرة نقسلي مرتين تمام العدد هيكون كام هيكون تسعة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يلا نبدأ في الصف الاخير هعمل ايه زي ما قلنا غرزة واحدة بس حش وبعدين غرزة تناقص ثلاث مرات هيكون عندي فلتوت اللامة خلص ان شاء الله ست غرز ست غرز بس اللي هيكونوا عندي ولا يزم الرقم دا يطلع ستة شينفع يطلع رقم اكتر ولا اقل من كده انا كده خلصت خالص هاقص الخيط بس هسيب جزء كبير منه مش هاقصه صغير هنقفل ازاي شايفين الترف الخارجي للسلسلة او للشغل بتاعي هدخل فيه الابرة وبعدين هاسحب الخيط كده تمام هعمل كده ست مرات لحد ما وصل لآخر غرزة عندي علشان لما اقفله يبقى شكله حلو وبعدين هستخدم ابرت كنفا او ابرت تنظيف او اي ابرة وهدخل الخيط جوه القلب وهقص بقى الجزء اللي طالع حتى خلاص مش هيبقى لي لازمة وبس وكده هبقى انا خلصت القلب بتاعي وبس كده هندخله بقى زي ما قلتلكم بالابرة وخلاص وكده انا خلصت القلب بتاعي ياريت لو عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة شكرا لكم